وبين يدينا مشروع المؤشرات العامة للموازنة المالية للعام 2018 ميزانية جديدة وسط كم هائل من التحديات من عدن المضطربة أعلنت الحكومة لأول مرة منذ أربع سنوات موازنتها للعام المالي الجاري 2018 بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار تنضي الحكومة في برنامج استعادة نفوذها السياسي والاقتصادي والأمن في البلاد رغم استمرار ما يراه المراقبون تناقضا صارخا في الأجندات على ساحة ملتهبة وموعدة بمخاطر عدم الاستقرار طويل الأمد كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية في تصدير النفط والغاز وتحييد هذا القطاع أيضا طالب رئيس الوزراء بتحييد قطاع النفط في رسالة موجهة بشكل خاص للتحالف العربي الذي أوقف دون مبرر واضح منذ ثلاثة أشهر عمليات تصدير النفط من ميناء ضب النفط في وقت يتوقف فيه منذ ربيع 2015 تصدير الغاز الطبيعي المسال لأسباب أمنية ما يشكل تحديات عميقة أمام مساعي الحكومة لتأمين الموارد المعتمدة في الموازنة الجديدة يأتي ذلك فيما لا تزال الحكومة تجد صعوبة في وضع يدها على الجزء الأكبر من الموارد الجمركية والضريبية التي تذهب إلى ميليشيا الحوث الإنقلابية في صنعها تحتاج الموازنة الاجتماع لمجلس النواب قال رئيس الوزراء إنه سيتم الشهر المقبل لكن اجتماعا كهذا أمامه العديد من الصعوبات المرتبطة بانتقال النواب مضاف إليها الرفض المنسق من جانب فصائل حراكية تلقى دعما من بعض أطراف التحالف لعقد اجتماع البرلمان في مدينة عدن وفي تزامن اللافت أعلنت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من صنعاء خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليار الدولار لدعم نحو ثلاثة عشر مليون يمني سارع التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الإعلان عن نياته تخصيص نصف هذا المبلغ إلا أن المملكة ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن تعد لإطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن أوضح وزير الخارجية السعود من جهته أمام اجتماع استثنائيا لوزراء منظمة التعاون الإسلامي أن التحالف يعد بإطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن للإغاثة وفتح مناثذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني تحرك اعتبره المراقبون محاولة من التحالف لسد الذرائع التي ما فتئت الوكالات الأممية تشيرها في وجه المهمة العسكرية البطيئة للتحالف لكن من الزاوية الإنسانية ترجمة نانسي قنقر